إثنتان وأربعون حصة استفاد منها الحرفيون بولاية جيجل على هامش الاحتفال باليوم الوطني للحرفي الذي احتضنه متحف كطامة وهي المبادرة الرابعة من نوعها خلال هذه السنة مهندس الدولة في الجيولوجيا المنجمية ولم أجد ولم يسعفني لحد أن أعمل بشهادة جامعية فلجأت إلى صناعة هذه والحرفة هذه تعلمتها وقرأت ديرتها إوناني سكولير في تكوين تعالعوانا وحاليين عدت أنا بدأت نعلم طيب يجروا كما يقولون الحرفة ما لازمش واحد يقول مقاريش سبيساليتي باستيسرية غير مقاريش يروح لها المبادرة تهدف إلى النهود بقطاع الصناعات التقليدية خاصة تلك التي تزاحمها الآلة الحديثة الهدف من هذا الدعم هو ترقية الصناعة التقليدية خاصة الحرف العائلة للزوال خلق مناصب وتوفير أيضا مناصب شغل جديدة وتوريد هذا الحرف للداخل العائلة ويدكر أن حصة الولاية من برامج الدعم في مختلف منتجات الصناعات التقليدية هذه السنة تعدت المئتي حصة وهو ما أعد الكثير للوجه الحقيقي للحرف بالولاية غير أن العائق الأول الذي يصطدم به الحرفيون هو التسويق كان مشاكل بزاف بس نخدمه في الدار تسويق بش نسوقه هكذا مش سهلة بش في الدار ما عندك شلوكال ولا حاجة مش سهلة بالمناسبة ذاتها نظمت غرفة الصناعات التقليدية والحرف معرضا ضم مختلف منتجات الحرفيين بالولاية الذين تضاعف عددهم في السنوات الأخيرة بشكل ملفت السنوات الأخيرة لاحظنا أنها عودة كبيرة للحرفيين هنا والصناعات التقليدية في جيجل لحاليا لدينا أكثر من 8500 مشجل كحرفي لسهموا في خلق أكثر من 20 ألف منصب شغل في هذه السنوات الأخيرة والعودة أساسا لهذه هو نظر للتكوينات العديد التي قمنا بها الغرفة بتحت إشراف وزارة السياحة والصناعات التقليدية ويبقى أمل حرفي الولاية في أن تزيح ضر الصناعات التقليدية التي ينتظر فتحها قريبا في تطوير هذا النوع من الصناعات ومن يدري فقد يصبح الترط مستقبلا عملا لمن لا عمل لديه